لما بتيجي تعمل بريزنتيشن في الشغل او في الكلية او في اي حتة دايما بيقى فيه في خيالك كده وضع انت عايز تبقى عليه بتتكلم بطريقة حلوة منظم عارف كويس انت بتقول ايه واصخ في نفسك جدا قدام الناس اللي انت بتكلمهم ودايما لما بتيجي تعمل بريزنتيشن بتاعتك بيبقى فيه وضع تاني خالص طب هو ليه ده بيحصل الفرق اللي ما بين اللي انت عايزه واللي بيحصل ده بيجي منين اصلا هقولك دلوقتي على اهم الثلاث عناصر لنجاح اي بريزنتيشن انت هتعملها ثلاث حاجات لو اهتمت بيهم وعملتهم كويس الفرق ما بين اللي انت عايز تبقى عليه واللي انت هتعمله في البيزنتيشن بتاعتك هيقل جدا وممكن يتماحي خالص فركز معي الاخر الفيديو علشان تستفيد بيه اكبر استفادة ممكن بس قبل ما نبدأ بقى لو انت بتحب النواة ده من الفيديوهات ياريت تشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش وياريت كمين تعمله لايك ولو ما عجبكش في الاخر تقدر تعمل ده سلايك اول عنصر بقى ضروري جدا تهتم بيه في البيزنتيشن بتاعتك هو التحضير الكلام شكله بديهي جدا ما انا لازم احضر عشان اعمل البيزنتيشن لا بس خلي بالك احنا دايما بنفهم التحضير غلق التحضير هنا معناه مذاكرة المحتوى كويس قوي وتحضير المحتوى اصلا بتاع البيزنتيشن وان انت تعمل سلايدز لو انت محتاج او لو البيزنتيشن هتتعمل بسلايدز وان انت تحضر البناء بتاع البيزن تشHer use البيزنتيشن او اي محتوى في الدنيا بيتكون من intro وبدي واوترو ال hadeatrat 4 audio الamiro او المقدمة بتاعت البيزنتيشن بتاعتك او موضوعك ضروري جدا تحط في سؤال او اي حاجة فيها interaction او تفاعل ما بينك وما بين الناس اللي انت بتعمل البيزنتيشن لهم علشان يبقى فيه حاجة تخليهم يفكروا او يتفعلوا او يعملوا اي حاجة تخليهم يركزوا معاك علشان اول جزء ده هو اللي هيحدد هم يركزوا معاك لاطول وقت ممكن ولا لا ممكن جدا لو المقدمة بتاعت البرزنتيشن بتاعتك او الانترو عادية اوي او مفهاش حاجة مميزة يعني ومفهاش تفاعل الناس تفصل منك من الاول اصلا فده مش هيبقى احسن حاجة تحصل فدي بداية البرزنتيشن ممكن تبدأها بكذا طريقة ممكن تبدأها بسؤال ممكن تبدأها بحركة مختلفة بحاجة انت دخل بيها في ايدك مثلا وتتكلم عليها وتربطها بالموضوع بتاع البرزنتيشن اي ام كان فيه طرق كتير ممكن تبدأ بيها البرزنتيشن لو حابب حاجة زي كده ممكن تشوف فيديو بداية البرزنتيشن انا كنت عامله من فترة وهتلاقي يظاهر لك في الفيديوز اللي هنا او هنا فممكن تشوف الفيديو ده بعد ما تخلص التلات عناصر اللي احنا هنقول عليهم دلوقتي فانت هنا في الأنصر الأولاني أو في أول خطوة انت بتحضر شوية حاجات المحتوى بتاع البرزنتيشن الترتيب بتاع والبناء بتاع البرزنتيشن نفسه اللي هو الانترو والبادي اللي هو الموضوع النفسه والأوترو اللي الأوترو بقى انت هتقول فيها ملخص اللي انت قلته هتسامرايز أو هتلخص كده اللي انت قلته في البرزنتيشن بتاعتك أو في البي بقى البادي ده اللي هو الموضوع نفسه فانت دلوقتي عندك 3 حاجات في بناء البرزنتيشن نفسه هتعملهم الانترو والبادي والاوترو تاني عنصر ضروري جدا تهتم بيه في البرزنتيشن بتاعتك علشان تبقى احسن البرزنتيشن ممكن تعملها في حياتك هو التحضير لا ده مش غلط لا انا بش بقول حاجة غلط دلوقتي او انت برجعتش الفيديو من اول والفيديو بفوش جليتش هو التحضير برد بس المرة دي تحضير مختلف علشان كده انا بقولك احنا فاهمين التحضير غلط شوية احنا بنيجي عند اول خطوة اللي انا قلتلك عليها دي وبنفتكر ان احنا خلاص حضرنا البرزنتيشن بس الحقيقة انه لا البرزنتيشن لسه متحضرتش ولا حاجة انت حضرت المحتوى بتاعها بس بس هو البرزنتيشن يعني ان انت تقف قدام الناس وتتكلم وتحاول تقنعهم او توصلهم رسالة معينة انت محضرتش ده انت حضرت الرسالة نفسها ضروري جدا في الجزء ده تحضر طريقتك وانت بتتكلم ازاي تحضر طريقتك وانت بتتكلم تعمل ايه يعني تعمل بروفا تعمل بتاعتك قدام المراية او قدام اي حد انت تعرفه او قدام الحيطة ممكن تعمل حاجات كتير بس ضروري جدا تعمل بروفا كأنك فعلا واقف قدام الناس وبتعمل بتاعتك في حاجة انا بحب جدا اعمالها ان انا اصور نفسي وانا بعمل ومش لازم تواري الفيديو لحد حتى شوفه انت بس مع نفسك علشان تشوف انت الناس هتشوفك ازاي وتشوف انت بتعمل البرزنتيشن ازاي وتعدل على نفسك كمان وضروري جدا في الخطوة دي فكرة تحضير البرزنتيشن او تحضير القاءك نفسه ضروري تذاكر شوية الودي لانجوش او لغة الجسد بتاعتك في البرزنتيشن مش هيجرى حاجة خالص لو انت عرفت مثلا ان انت لو حسيت ان انت متوتر او ايديك بتتهز شوية ممكن وانت بتعمل البرزنتيشن تمسيكم في بعض ومتفضلش مسيكم في بعض على طول بس ده ممكن يهديك شوية عشان هيبقى مطمنك ان الهزة دي مش باينة او توترك مش باين ويا ريت كمان تعرف في الخطوة دي ان انت ما ينفعش خالص في البرزنتيشن بتاعتك تحط ايدك في جيبك او تربع ايديك واني يا ريت كمان وانت بتعمل البرزنتيشن بتاعتك ما تفضلش واقف في مكانك على طول وسابته ما بتتحركش ضروري جدا تتحرك من وقت للتاني في المكان اللي انت بتعمل فيه البرزنتيشن علشان تخلي الناس منك كزا معاك على قد ما تقدر وان انت مثلا مفروض برضو تتجنب حركة زي دي في البرزنتيشن بتاعتك لأي سبب ما تعملش كده للناس يعني انا بقولك دلوقتي على شوية حاجات ممكن تساعدك في الخطوة دي لو انت عايز تسوف الفيديو ده ويبقى بيفيدك في الخطوة دي بالزيلة عنصر واهمهم من وجهة نظري هو مواجهة مخاوفك انا عارف ان انا باللوقتي قلت لك حضر المحتوى وحضر البرزنتيشن وحضر طريق تقديمك وكل الكلام ده الكلام ده مهم جدا بس انا عارف ان اكتر حاجة بتبقى مهمة بالنسبة للناس في البرزنتيشن بتاعتها ان هي بتبقى متوترة بيبقوا خايفين من فكرة ان الاضواء كلها متصلط عليهم والناس مركزة معاهم وبتاعة ويبقوا خايفين يتوتروا وخايفين يتهزوا قدام الناس وبتاعة ومجوش واسقين في نفسهم يبقوا خايفين من حاجات كتير البرزنتيشن اصلا او البوبليك سبيكين نت تتكلم قدام الناس كتير دي من اكتر الحاجات اللي بتخوف الناس في العالم مش بتخوفك انت بس بجده بتخوف كل الناس في ايه بحاس بتقول ان ده تاني خوف بعد الخوف من الموت على طول بالعكس ده ساعات كمان بيتفوق عليه عند بعض الناس اهم حاجة بقى في الخطوة دي ان انت تواجه مخاوفك يعني ايه تواجه مخاوفك ببساطة في ناس هتبقى خايفة من البرزنتيشن اللي هي تعملها بس هتفضل تقول لا انا مش خايف لا ده ولا حاجة لا ده ما فيش حاجة تخوف انت كده مش بتشجع نفسك بالعكس انت مش بتواجه مخاوفك الحقيقة ان انت خايف فكرة ان انت بتقول لنفسك الكلام ده كأنك بالزبط اللي هو بتدخل التراب تحت السجادة انت مش بتكنس انت مش بتحل حاجة انت مش بتحل المخاوف بتاعتك انت بتحاول بس تهرب منها او تشيلها من على اودانك وخلاص طب ازاي بقى تقدر تحل مخاوفك وتقدر تواجهها كويس لما تواجهها يعني هتعمل معها ايه علشان ده ستبعاش متواجهها عالفاضي ما انا اكيد مش هقولك واجهها واسيبك وامشي انا هقولك تواجهها وهقولك ازاي تتعامل معها لما تواجهها اول حاجة عايزك تعرفها في الحتة دي ان انت لو حضرت كويس ده هيفرق معك كتير جدا في ثقتك في نفسك وفي احساسك بجهزيتك ان ان انت قدر تعمل بريزنتيشن هتفضل خايف برضو بس عادي انت هتبقى عارف ان انت حضرت وعملت اللي عليك وعملت شغل كتير هيخليك احسن وانت بتعمل بريزنتيشن تاني حاجة مهمة جدا وفعالة جدا في حتة الخوف والتوتر قدام الناس دي ان انت تركز على الناس تبقى داخل انت مش بتركز على نفسك مش بتبص على نفسك مش بتقيم نفسك انت داخل تبص على الناس وتركز عليهم وتحاول توصلهم الكلام اللي انت اصلا طلع تقوله يبقى همك الاول والاخير الناس ما تركزش على نفسك انت احنا بنخاف وبنتوتر وبيبان علينا عشان بنبقى مركزين على نفسنا قوي انا هعمل ايه انا هنسى ولا لا انا هغلط ولا لا الناس شايفاني ازاي خلي بالك هو ما فيش اي حد بيقيم البرزنتيشن بتاعتك كبريزنتيشن سكيلز الناس اللي قاعدة قدامك هي قاعدة علشان تسمع منك حاجة تفيدهم وما فيش حد في الماغو خالص ان انت بقى خايف من البرزنتيشن ولا مش خايف ما فيش حد حاطة ده في الماغو غيرك انت فانا بقى عايزك تركز على الناس دي وتركز على رسالتك ليهم ما تركزش على نفسك انت خالص لو عملت كده هتلاقي نفسك بتتكلم بتلقائية جدا وهتلاقي نفسك نسيت اصلا توترك ومركز في المحتوى بتاعك في المحتوى اللي انت عايز توصله لهم وهتلاقي نفسك عايز تسألهم كمان انتوا فاهمين طب الكلام وصل لكو طب الدنيا تمام ولا لا علشان تتأكد ان هم فاهمين عشان انت دلوقتي مركز معاهم هم حريص عليهم هم مش حريص على شكلك وعلى توترك وا 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 ثالث حاجة ضروري جدا تعرفها في النقطة دي ان من اكتر الحاجات اللي بتخايفنا من البرزنتيشن هي ان احنا خايفين ان احنا نتوتر يعني ايه خايفين ان احنا نتوتر يعني خايفين ان احنا لما نطلع نتكلم قدام الناس نتوتر ونتهز وي Изلقائنا علينا احنا خايفين من ده طيب اللي انا عايزه اقولهلك ان التوتر ده شيء طبيعي جدا زي ما قلنا ان فعلا فكرة ان انت تتكلم قدام ناس كتير دي من اكتر الحاجات اللي بتخوف الناس في الدنيا ففكرة ان انت تبقى متوتر منها ده شيء طبيعي بس اللي عايزهر اقولهلك ان التوتر مش بيبان ايه اللي بيبان هو خوفك من التوتر هو ان انت تعمل حساب كبير قوي للتوتر اللي انت متوتره لكن التوتر نفسه اللي انت متوتره قبل ما تطلع تتكلم قدام الناس ده مش بيبين منه حاجة خالص ولو صورت نفسك فيديو وانت بتحضر البرزنتيشن فعلا وشفته هتفهم قصدي كويس علشان وانت بتعمل البرزنتيشن حاس ان انت متوتر وحاس ان انت مهزوز لما بتشوف نفسك بقى وانت بتعملها في الفيديو هتلاقي نفسك التوتر ده اقل بكتير ما انت ممكن انت متخيل كل موضوع اسهل وابسط كتير فاعرف كويس ان توترك الطبيعي ده مش بيبين هو اللي بيبين واللي فعلا بيعملك مشاكل ان انت تفضل عامل حساب للتوتر ده وتفضل بتخاف منه انت خايف ان انت بتوتر في البرزنتيشن بتاعتك فلا واجه ده واه انا متوتر وطبيعة بقى متوتر انا بالعكس انت لو مش متوتر يبقى فيك حق غوط يعني انت لو طلع تتكلم قدام الناس كتير ومش متوتر يبقى انت كده لأ انت فيك حق غوط يعني او عشان اي حد مهما كان جامد او بيتوتر في اللحظة دي لو انت بقى مكمل الفيديو حد دلوقتي اعتقد ان انت مش متوتر واعتقد كمان ان انت الفيديو عجبك فياديت تعمله لايك يعني وياديت كمان تشترك في القناة لو انت كل ده لسه مشتركتش وشكرا جدا ان انت فركت الحد دلوقتي وبس كده سلام عليكم